الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصناة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين مرة أخرى أرحب بكم أعزاء الطلبة والطالبات في قسم المحاسبة في كلية العلوم الإدارية والمالية في جامعة الإسراء في مساقنا نظم المعلومات المحاسبية في محاضرتنا الأخيرة لهذا الفصل وكذلك هو الفصل العاشر الذي بعنوان دورة الإرادات والمبيعات والتحصيل وكذلك المحاضرة الأخيرة في منهاجنا لهذا الفصل وهي رقمها الثانية والعشرون حيث تحدثنا في المحاضرات السابقة في هذا الفصل عن تفاصيل إرادة المبيعات وكنا تحدثنا عن أربع أنشطة رئيسية وأساسية لدورة الإرادات وهي إدخال طلبات البيع من خلال أخذ الطلب وفحصه وفحص المخزون والإجابة عن السفسرات ثم انتقلنا إلى الثاني اللي هو الشحن النشاط الرئيسي اللي هو الشحن اللي هو التغليف وشحن الطلب ثم تحدثنا عن القلنج اللي هو المحاسبة أو الفاتورة أو الفوترة وتحديث الحسابات المدينة والتسوية الحسابات إلى أن وصلنا إلى محاضرتنا اليوم وهو النشاط الرابع الرئيسي الأخير اللي هو التحصيل النخضي فيما يتعلق بعملية التحصيل طبعا هو الخطوة الأخيرة في دورة الإيرادات هنا الكشير أو أمين الصندوق يكتب تقريره لدفاتر الأستاذ اللي هو حسابات مين العملاء حيث يستلم التحويلات المالية ويقوم بإيذاعها في البنوك طبعا بسهولة أو نظرا لسهولة سلقة النقد يتم طبعا وضعها في البنوك لتخفيض درجة المخاطر وهنا في هذه الحالة لا بد من إجراء عملية فصل بين الوظائف بمن مثلا وظائف الأنشطة وحسابات المخبضات طبعا المسؤولة عن تسجيل الحوالات لزبان يكون مختلفين عما يستلم النهود فعلا أو الشيكات فعلا من يسجل غير الذي يستلم النهود وهنا نوع من أنواع الفصل ونوع من إجراءات الرقابة التي تساعد وتسهل من عمل اللي هو أو تحد من السرقة أو أي اختلافات أو خلل في هذا الموضوع طيب عملية التحصيل تحتاج إلى عدة طرق تعالوا نشوف هذه الطرق وما أهميتها وكيفية الطرق الإلكترونية وكيفية عملية التحصيل في حال مثلا إرسال الزبون لحوالات أو دفعات إلى الشركة مباشرة هنا في طريقتين لمعالجة التحصيل إيش الطريقتين لمعالجة التحصيل؟ أول حاجة إرسال نسختين من الفاتورة للزبون على أن يعيد أحد الزبون اللي هو نسخة أخرى مع ما سجل من مدفوعات عليه طبعا نسخة فاتورة تتحول إلى قسم المدينون حسابات المدينون عشان نحدث الحسابات المدينون والشيكات تحول لأمين لأمين السندوق هذاك حيحدث بيانات المدينون والشيك راح يتحول للسندوق ومن ثم يودع في البنك حتى يتم تحديث الأرصدة لدى البنك النقدي اللي عنا ويش على المدينون وبكون هنا طرفين المعاملة تمش معالجته طبعا ممكن أن نضيف مكان أو فراغ يعب فيه زبون قيمة المبلغ اللي حيدفعه طبعا هذي بتحدد أو بتحدد من وجود أخطاء النقطة الثانية في هذه الحالة في عملية التحصيل أول حالة اللي هو وجود أشخاص إيش يعني وجود أشخاص يحضر قائمة الحوالات النقضية الواردة أي الذي يكون هذه وذي وثيقة بتحدد فيها الإسم كامل ويش الحوالات تعتزبون وبأرسلها لقسم حسابات المدينون بعض الأحيان بدل ما نعمل قائمة ممكن أصور الحوالة بشكل كامل وأرسلها خاصة بالزبون وإرسال الصورة لقسم العملاء العملاء في حين طبعا هنا حسب إذا كانت معاملات قليلة ممكن أصور المعامل كاملة وإذا كانت عندنا معاملات ضخمة وكثيرة في شكل يومي ممكن أرسل ليستة أو قائمة بالأسماء والحوالات أسماء الحوالات والزبائن بشكل عجل هنا لابد من إنشاء صندوق بريدي في البنك بنسق بالتنسيق طبعا أنا بأنشع كشركة بتنسيق مع مين مع البنك المشارك الذي يتم التحصيل من خلاله هذا الصندوق هو عنوان بريدي يقوم العملاء بإرسال حوالات عليه البنك المشارك بيطلع قائمة أو الحوالات من الصندوق البريدي وبدخلهم على حسابات مين الشركة ثم يقوم بإرسال قائمة بالحوالات مع صور الشكات البريدية لهذه الشركة طبعا بريديا وإلكترونيا وهنا الصندوق البريدي هنا لا يمنع فقط السائخة وإنما أيضا يعمل على تحسين إدارة تدفق المعلومات أو البيانات النقدية من خلال سرعة إدخال التحصيل النقدي أولا بأول يعني يوم يوم بقدر أعرف إيش عندي أمور نقضية والسيولة النقضية هذه بتساعدني في التخطيط بشكل جيد كما تمكن الشركة من استخدام عدة بنوك موزعة جغرافيا حتى سرعة التحصيل أيضا والتسسيل الدفع من قبل الزبائن وأنا بقلل الوقت والجهد للشركة وللزبائن المشاركة هنا استخدام التكنولوجيا يزيد أو يضيف ميزات إضافية متعلقة في توفير الوقت والجهد والتكلفة إليكترونيك ويمكن الشركة من معالج الحسابات لديها قبل وصول المستندات لأنه إلكترونيا بيجينا قبل ما يجينا صور عن الحوالات من خلال البريد استخدام طريقة الصندوق البريدي فقط تعمل على تقليل الوقت التي تقضي عملية معالجة الحوالات أولا بأول بشكل مباشر في عنا كمان شغله اللي هو الحوالات الإلكترونية هنا الزبون يرسل حوالته إلكترونيا لبنك الشركة هنا بيقلل عملية التأخير المتعلق بإرسال الحوالات البريد كما يختصر الوقت الذي يتطلبه البنك لفتح صندوق ومعالجة يعني هذا تطوير آخر غيرها ومعالجة الحوالات وإدخالها لحساب الشركة هنا ممكن استخدام أنظمة بنكية باستخدام الشبكة النتورك يعني استخدام الشبكة يعني أو الانترنت زي ما بقولوها اللي هو هذا يؤمن فقط الحوالات النقضية الخاصة بمديونية الزبون لأن الشركة تحتاج لمعلومات إضافية مثلا عن الحوالات زي رقم الفاتورة وخصم المكتسب كما أنه ليس كل بنك يستطيع أن يتعامل مع هذه الشبكة من خلال نظام الأي سي أتش إلا أنه ليس كل بنك معني بتوفير إمكانية الأي دي آي أي التوصيل الإلكتروني للفتن وعليه العديد من الشركات تفضل ما بين مكونات إجراء مدفعات للزبائن في كل من الأي أف تي والأي دي آي يعني معنى الكلام عندنا إحنا أنظمة في عندنا حوالات إلكترونية وفي عندنا إيش البريد تمام الحوالات الإلكترونية قد تغطي مشكلة معينة لكن قد تكون هناك مشكلة أخرى طبعا تطوير التكنولوجيا واستخدام التكنولوجيا من دولة إلى دولة باختلاف من بنك إلى بنك باختلاف من شركة إلى شركة حسب النظام حسب البيئة أو حسب المقومات التي تقوم عليها وهنا أنظمة يعني بنطرح عليكم مش شرط أنها تكون تغطي الأمر بالشكل الكامل قد يكون لها عيوب وقد يكون لها إيش إيجابيات أيضا تفادل البيانات المالية إلكترونيا حل مشكلة التكامل أو تحويل التمويل مع تحويل البيانات يقوم هنا الزبون بإسال مثلا نسخة الفاتورة الراجعة والدفعات المحولة معا إلى بنكه ليقوم بتحويلها إلى بنك الباع ليستنم الباع نسخة مشابهة من البيانات وتحويل من بنكه بنفس الوقت وبشكل موازي للنسخ الموازي هذا عشان نعمل عملية تكامل في وقت واحد ومتزامن نرسل هنا وهنا وعليه يقوم النظام باستكمال أتمثة كل من معالج المحاسبية والفواتير وكذلك إجراءات عملية التحصيل لما تكون العملية متوازنة وتكامل البيانات وابتصل بشكل كامل متكامل طيب عندما يتم التعامل مع زبائن لا يملكون هذه الإمكانية أو عند التعامل مع زبائن فرد غير شركة فأن الشركة البائعة يمكن زيادة إجراءات التحصيل من خلال قبول مثلاً كروت معينة كروت الإهتمان كريديت كارت مثل قبول هذه الدفعات بتسرع من عملية التحصيل يعني ما فيش ما خلص كاكرين كارت ابعت الحوال وهكذا مثل التحصيل السريع هنا هذه المنافع يجب موازنتها مع التكلفة في قبول الدفع إذا كانت موازنة وتوفر عليه ما في عندي مشكلة كل ما زادت قابلية للشراء كل ما زادت خدرة الشركة على الاحتفاظ به كل ما كان هناك خدرة للشركة له ايش التوسعة السوق تب تعلموا الآن في الدول الأوروبية وفي معظم العالم الآن لا أحد يحمل نفوض في جيبه فقط جرين كارت أو فيزا كارت أو أي عملة أو أي وسيلة إلكترونية في عملية التحويل والحصول على الأموال بالشكل وبالسهونة المناسبة طبعا تعالوا نشوف مقارنة بالرسم التوضيحي ما بين طريقة استخدام إلكترون فاوند ترانسفير اللي هو طريقة اللي هو الحوالات الإلكترونية ولتحويل المدفعات مع طريقة اللي هو الدليفري طبعا اللي هو إرسال الفاتورة الدليفري اللي هو غير مكتمل أو الفاتورة الدوارة إلكترونيك دليفري إنفويس الأف الإي أفتي والإي دي آي إيش الفرق بينهم وطريقة التالت اللي هو استخدام اللي هو فاينانسف إلكترونيك داتا اللي هو انتر شينج هذه الأنظمة اللي حنا حكينا عنها اليوم مبارح طبعا تلاقوهن التلاتة موجودات تعالوا نشوف كيف عندما بستخدم هنا هذا الرمز إنه السهم بس المعرج هاي بيقول لك يعني نقل المعلومات عن بعد هنا لو جينا عملنا تكامل قبل عدم التكامل ما بين الإي أفتي والإي دي آي كامباني كاستمر هاي زبون تمام وهي الشركة ايه والشركة بي هاي معلومات عن بعد طبعا عنا الفاتورة الراجعة بتسلم فاتورة إلكترونية هاي بايمنت أمر دفع وهينا ريسيف انفورميشن استقبال معلومات هنا التبادل ونظام تبادل الحوالات بين البنو كاكيد هنا بتم هنا فيش تكامل لكن هنا تعال نشوف كيف الأمر بتم هنا التكامل بين الإي دي آي والأف والإي أفتي طبعا هذا الموضوع فقط يعني للعلم يعني ما بيش هيجي يقول لك نظام هذا أنظمة كثيرة ومش شرطة نحن نتبناها يعني هي فقط يعني للعلم والتوضيح أن هناك تطورات ونحن لازم نواكب هذه التطورات ونعرف كيف العملية بتتم تعالوا نشوف كيف هذا التكامل التكامل ما يبين التكامل الـ F D و E D I هنا الـ company زي ما قلنا A و company B زبون مباع تمام هذا customer هذا seller ايز زبون بين الزبون وباع بس مرة واحد وباع ثم هنا فيش تكامل لكن هنا مكمل شايفين لو رجعنا على الشمال بلاحظ فقط عن بعد بس في التبادل الحوالات بين البنوك وبين الزبون والباع عما المعلومات الباينة والفواتير هنا بتمش الإرسال عن بعد في حين كان هناك النظامين هذول قدرت استوعبهم مع بعض وكان هناك تكامل بين الأنظمة بستطيع بلاحظ ايش عندي بقدر أنجل المعلومات كلها عن بعد شايف كيف اه ببعث للبنك والبنك ببعث مباشرة للبنك التاني تاع الباع والبنك التباع بعطي فاتورة راجعة يعني عملية متكاملة كلها عن بعد وبأسرع وبشكل لاحظ علي انه ايش متوازي لانه ما قلنا اخر نخذ لانه تكامل البيانات كان عنا مشكل فيها انه في قد تصل الحوال قبل ما تصل مستندات ها وهكذا لكن هنا بنلاحظ انه هناك توازي في الارسال اولا باول كما حكينا في اخر نقطة سابقة تمام نيجي لاجراءات معالجة المعلومات اجراءات ايش معالجة المعلومات نظام تخطيط موارد المؤسسة يعني يتم تحقيق التكامل بين الانظمة ليش حيث يدعم انشطة دورة الاردات من خلال المشاركة البيانات بين الانشط وزيادة اكتمال النتائج انظمة اجراءات اوامر المبيعات مثلا المباشرة تلتقط اوامر بيع الزبائن من خلال الانترنت صح ولا لا وكذلك من مندوبين المبيعات يمكن ادخال اوامر البيع مباشرة في حقول الخاصة بالنظام او من خلال دائرة المبيعات يعني يمكن ادخال اوامر المبيعات التي يتلقونها عبر الهاتف والايميل ويلاخ طبقا لكيفية طبيعة استلام امر البيع النظام فورا يقوم بالتحقق من وفرة ائتمان زبون هل هو مسموح لياخد ولا لا زي حكينا ومدى توفر المخزون بعدين يشعر المستودعات ودائرة الشحن عن هذه المبيعات المعتمدة اذا بيحكي بشكل متكامل للاربع انشطة اللي احنا حكينا عنهم سابقا طيب تكنولوجيا مثلا اللاسلكي تعمل على تحسين فعالية عملية المستودعات والشحن حكينا انا ويقوم موظفي مستودعات الشحن بيدخال البيانات الخاصة بنشاط مجرد اتمامها مما يحدث المعلومات في المخزون اولا باول استخدام البركود زي ما حكينا قبل والبطاقات الاخرى اللي هو RFID بتسهل تتبع حركة المهدون وفي كل مساء برنامج الفواتير يتم تشغيله بطريقة الدفعات مثلا لتوليد الفواتير الالكترونية او الورقية للزبائن الذين يطلبوا فواتير بدأت بايلهم وفي اول ووقت يقوم طبعا الدوار الاخرى باستخدام استعلام عن اوامر الموجودة عشان نخطط نشاطهم المستقبلي وبناء عليهم المعلومات الحديثة ومن السهل يمكن الوصول الى المعلومات مما نحسن من خدمة مين الزبن طبعا هذا كله زي ملخص كيف العمليات بتتم اولا باول وملخص للحالات الاربعة او العمليات اللي اربعة يعني هذول الاربع نقاط زي ما يقول تلخيص للاربع انشطة بس بشكل مصغر كيف بتم العملية بعدها تيجي اجراءات استلام الوطح صلاة اللي احنا حكينا وهي ايضا تستخدم فيها الاتمتة في نطاق واسع الزبون يستطيع رسال الشكات الى الفروع البنكية التي تكون الشركة الباع قد اتفق معها على انشاء صندوق فيها زي ما حكينا قبل شوية مغلقة الكترونيا كذلك يمكن زمان اعداد حوالات مالية من خلال الحوالات اللي احنا حكينا يمكن بذن يقوم البنك بارسال ملف الى الشركة الباع ويحتوي على نسخ الفواتير الدوارة وهكذا التي تستخدم الاربع انشطة اللي احنا حكينا عليها في الفترة السابقة يعني ما تحتاج الى عادة التوضيح ثاني فقط نقاط ملخصة عن كيفية العملية بالتم بالشكل طبعا دورة الارادات بالشكل المتكامل هذا هي نجينا من نرسومها بالشكل المتكامل لمين الاخرات تدفق البيانات للمبرمج هاي كل ما يحدث معاي ونعند دخل امر البيع ومنع عالجة الاوامر وفي طلبات معتمدة وفي بتاخد ازونات وبتنزل لملف فواتير البيع بحدسه اولا باول في عندي قاعدة بيانات لعملية التسويق بيع رئيسي بضاعة جاهزة ملف رئيسي الى اخرة طبعا اكيد لازم حساب الاستاذ المساعد وحسابات الاستاذ العملاء لازم يكونوا جاهزة الفواتير والقيود المحاسبية في عملية المحاسبة بروح فواتير للزبائن في النهاية في تقارير السمري المختصرة او الاجمالية ثم قيد لعملية البيع يعني شكل متكامل هذا لنظام ادخال اوامر البيع بعدين فيه عندنا النظام التاني اللي هو المقبوضات النقدية عندنا البنك وملف للعملاء وملف لفواتير البيع والاستاذ كله يحدث حسب المعلومات هذا فيه فواتير اوتوماتيك اللي هو يوم يوم ديلي حوالات على البنوك بحدث بضيف التحصيلات النقدية على الزمن من مدينة ثم بروح على حسابات اللي هو الزمن من مدينة وبحدثها والكشير بأخذ النقدية او الشكات وهكذا بتكون عملية اللي هو المخبوضات او التحصيلات اكتملت بعد ما ادخال اوامر الشراء هذه ملفات ومهمة طبعا ليجراء النظام او تطبيق النظام المعلومات عليها نيجي لجزئية اخيرة او جزئيتين بسيطات ومهمات خاصة الجدول القادمة هو مهم يعني اسئلته قد تكون دقيقة يعني نرجو التركيز فيه فيه اجراءات رقابية على دورة الارادات هذا مهم اجراءات الرقابة مهمة جدا على مدى فعالية هذا النظام وكفاءة طبعا نظام المعلومات المحاسبية المصمم جيدا لدورة المبيعات يجب ان يزود باجراءات رقابية كافية اكيد عشان يضمن ايش ان العمليات اللي بتتم مصرح بيها وان العمليات المسجلة قد حصلت فعلا وان العمليات التي حصلت فعلا قد سجلت وان العمليات قد سجلت ايش بعمل بدقة كذلك الاصول اللي هو النقد والمخزون البيانات محمية من الضياع والسرقة كذلك بدأت اكد ان النشاطات الاعمال المتعلقة بالارادات قد تمت بفاعلية وكفاءة يعني نظام المعلومات المحاسبة المصمم جيد والمراقب جيد لابد ان يتخذ هذه الاجراءات عشان يضمن العمليات التي تكون بشكل كامل مصرح بها مسجلة بشكل دقيق محافظة على الاصول والى اخرهم الانشطة المستندات والملفات التي تم شرحها سابقا تلعب دورا قلنا مهما في وصول هذه الاهداف الستة اللي هنا حكناها وفيما يلي جدول يوضح التهديدات الرئيسية في دورة الاردات واجهزة السيطرة هذا جدول جماعة ركزوا فيه مهم جدا واتطلعوا كيف كل اجراء كيف بقابله حماية او كيف انا احمي من التهديد تعالوا نشوف فين وحدة وحدة من التالي لو جينا نتكلم عن التهديدات والاجراءات الرقابية في دورة الاردات النشاط تاع الموجود اللي هو دخال طلبات البيع اول نشاط هنا اول تهديد ممكن الطلب غير مكتمل او خاطئ كيف بدواجه هذا التهديد من خلال اختبارات عالمين على الادخال واضافة البيانات فتبع البيانات الله الرحمن الرحيم نعتزر على الخلل اللي صار في الفيديو السابق لنكمل الجزء الاخير فيما يتعلق بتهديدات قلنا قلنا اول حاجة الاجراء تاع النشاط او النشاط تبعنا اللي هو ادخال طلبات البيع وكان اول شيء التهديد اللي هو الطلب غير مكتمل ما هي اجراءات المواجهة له اختبارات على ادخال او اضافة البيانات ادخال او اضافة البيانات تاني حاجة مثلا الزبون او بيع الزبون وضعهم الاعتمان ضعيف هنا بد احصل على موافقة الاعتمان من مدير الاعتمان وتوفير سجلات لارصدات اللي هو حسابات صحيحة لمين للزبان تالت حاجة شرعية او مصادقة طلب الشراء يعني هنا لابد من وجود عشان احواجه توقيع على الورق وتوقيع الكتروني وشهادة الكترونية للاعمال الكترونية نفاذ المخزون وكلفة المخزون هنا لازم يكون فيه نظام رقابة فعال للمخزون وتوقعات للمبيعات من خلال الجرد المال والجرد الدوري للمخزون طيب هذا النشاط الثاني هو عملية الشحن في عنا اخطاء تكون في بضاعة اخطاء في كمية وعنوان اخطاء هذه يمكن تكون اول حاجة لازم اعمل على مطابقة طلب البيع مع اذن الطلب اذن الصرف وقائمة التعب بدأ نستخدم الباركود وتطبيقات اجراءات رقابية في عملية الادخال حتى احمي هذا الامر من التهديد سرقة المخزون هنا بدك تحدد اجراءات مادية على المخزون توثيق كامل للتحركات الداخلية للمخزون الجرد المادي او الدوري للمخزون مطابقة الجرد المادي مع السجلات تمام المحاسبة وحسابات الذمم كيف هنا هناك مثلا اخفاق في محاسبة الزبون الفصل بين وظيفة الشحن والمحاسبة هذا من كيفية مواجهة هذا التهديد نفصل بين وظيفة الشحن والمحاسبة والترقيم المسبخ للمسندات الشحن ومطابقة دورية لمسندات الشحن مع الفواتير مطابقة دورية لعذنات الصرف مع بوارس الشحن مع طلب البيع في عنا خطأ في المحاسبة له رقابة على إدخال وإضافة البيانات الأسعار هذا برضو مهم جدا أخطاء ترحيل في تحديث حسابات الذمم المدينة ومطابقة حسابات الذمم الفرعية مع الأستاذ شهريا أو إرسال الكشفات هذه بتحد من هذا التهديد في عندك مثلا المقبضات النقضية عملية السرقة تكتفصل بين الواجبات والمهامات وتقليل النقد المتوفر بالصندوق وترتيبات الصندوق البريد المغلق اللي حكينا عنه التصديق العاجل لإداعات كامل المقبضات شهريا طابقة شهرية للكشفات حتى لا تتم عملية السرقة في عنا إجراءات الرقابة العامة خسائر التعديل الإفساح عن بيانات غير مصرح بها هنا إجراءات تكون ملائمة للتغلب على أثار هذه المشكلة إجراءات رقابية مادية ومنطقية تركيب أنظمة ملائمة تشفير بيانات مراقبة نقل البيانات آخر نقطة أنه ضعف الأداء بدأك تحضر وتراجع تقرير الأداء أولا بأول هنا من إجراءات المواجهة طيب آخر نقطة في محاضرتنا اليوم وهي المعلومات المطلوبة من نظام معلومات المحاسبة ومطلوب توفرها من نظام المحاسبة ومتعلقة بدورة الإيرادات فيه معلومات لازم تكون هذا النظام قادر على توفيرها أول حاجة المعلومات المطلوبة لمراقبة الأداء وإنجاز المهام إيش هو الحاجة؟ الاستجابة لاستعلامات الزبان عن الأرصد المطلوبة منهم وحالة طلب الشراء بدك تحدد إمكانية رفع اعتمان الزبون بدك تحدد المخزون المتوفر للبيع بدك تختار الطريقة المناصبة لتوصيل البضاعة للزبون هذه معلومات مهمة للمراقبة الأداء فيه أيضا معلومات مطلوبة لتمكين الإدارة من اتخاذ القرارات الاستراتيجية له تحديد أسعار المنتجات والخدمات تثبيت السياسات المتعلقة بمرددات المبيعات تحديد أنواع وشروط الاعتمان تحديد الحاجة للاقتراض قصير الأجل تخطيط حملات تسويقية جديدة أيضا مطلوب معلومات يوفرها النظام لتقييم أداء الإجراءات الحرجة يعني وقت الإجابة على استعلمات الزبون وصرعتها وقت المطلوب لتعبع الطلب الزبون نسبة المبيعات لتطلب إعادة الطلب درجة رضا الزبون والتجاهات وميول الزبون تحليل مشاركة السوق بالسوق وتوجيه المبيعات تحليل الربحية بوسط المنتج والزبون ومنطقة البيع حجم المبيعات فعالية الدعاية والإعلان أداء موظفين مبيعات مصاريف الديون المشكوك في تحصيلها كل هذه معلومات مهمة لتقييم الأداء ولا بد أن تتوفر في نظام المعلومات طبعا بهيك بأنهينا إن شاء الله محاضرتنا اليوم التي كانت جزء نتيجة لخلل طرأ أتمنى جزء هذا القصير من 6 دقائق تمنيات لكم بالتوفيق والنجاح نرجو الدراسة بشكل دقيق تمنيت لكم الصحة والعافية أتمنى أن أكون أنهيت هذا المنهج بكامل المعلومات التي اختطيت أن أوصلها إليكم بالأسلوب السلس إن شاء الله رب العالمين وانتظر منكم أي استفسار أو أي موضوع في هذا الموضوع وبارك الله فيكم وكل عام وأنتم بخير ونلقاكم على خير وبصحة وعافية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر